وينضم إلينا الآن مباشرة من بغداد عضو مجلس النواب محمد صاحب الدراجي سيدة محمد أرحب بك معنا لماذا يصر تحالف الفتح على رئيس الجمهورية إلغاء مرسومه بتكليف عدنان الزرفي شكراً لك موضوع رئاسة الوزراء في العراق موضوع شائك ومعقد يحتاج إلى توافقات كبيرة ويحتاج إلى توافقات في المكون الشيعي قبل الانطلاق به إلى الفضاء الوطني مع اختلافي مع هذه القاعدة التي هي قاعدة عرفية وليست دستورية ولكن هذا أمر واقع يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار من كافة السلطات والقوى السياسية الموجودة في العراق لذلك عملية تكليف رئيس جمهورية لمرشح من الكتلة الأكبر أو من المكون الشيعي بين قوسين يجب أن تكون واضح لأنه واجب رئيس الجمهورية هو يكلف لا أن يرشح يكلف من يرشحه الكتلة الأكبر هناك أيضاً صار خلاف كبير على موضوع من هي الكتلة الأكبر والمحكمة الاتحادية الآن غير مكتملة النصاب بعد سحب المرسوم الجمهوري وذلك أن كل قراراتها التي اتخذت بهذا الخطأ الذي صار قبل فترة تصبح غير ملزمة فحقيقة الأمر في مشكلة دستورية كبيرة لا أعتقد أن الحل أن يكون بالصراع بين السلطات كيف سيتم التوجه عفوا على المقاطعة سيد محمد الفتح حدد بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية لرفع شكوى ضد رئيس الجمهورية بعدم دستورية هذا التكليف الآن هذه المحكمة على ما يبدو عطلت دستوريتها بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد الكبيسي كعضو في المحكمة كيف سيتم حل هذه المشكلة مشكلة تكليف الزرفي إلى من ستتاجهون ما تفضلت به صحيح جدا لذلك قلت أن حالة الصراع السياسي الآن ما رح تفضي إلى نتيجة يجب أن يكون هناك توافق سياسي على القوى الشيعية الرئيسية أن يتفقوا إذا ما يعجبهم الزرفي الزرفي أو غيره يتفقوا على شخصية يقدموها لعيس الجمهورية لكي يكلفها بتشكيل الحكومة يعني إحنا بصراحة وصلنا مرحلة لعب يعني مهم معقولة أنه هذا الشعب العراقي وعلى القوى السياسية والبرلمان المنتخب ما يقدرون يتفقون أربع خمس شخصيات هي ترى قادة الكتل الشيعية مو أكثر من خمسة يعني المؤثرين ما يقدرون يتفقونهم على شخصية قادرة على إدارة المرحلة وأصلا هي هاي مسؤولية لا يشعى إليها آخر سيد محمد يتم تداولها بين الكتل الشيعية لا هي كل اسم ينطرح يطلعون به ميت عيب وفلان رضى وفلان ما رضى هذا يجر طول هذا يجر عرض المشكلة أنه إحنا نحتاج إلى رجال دولة قادرة على بناء دولة ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية الموجودة بالمنطقة ليس فقط في العراق إحنا عدنا صراع أمريكي إيراني واضح يجب أن يكون هناك توازن في هذه العلاقة يجب أن يكون هناك حكمة وبعد نظر في كيفية التعامل مع هذا الأمر مع الوضع الفصائل المسلحة الموجودة مع الوضع الاقتصادي المزري يحتاج إلى رجال قادرين على إدارة هذه المرحلة الوضع الاقتصادي أخطر من الكورونا عدنا بالعراق إذا بقت أسعار النفط سنة أو ثمانة شهر ما رح نقدر سيد محمد هل تعتقد بأن زيارة قرآني إلى العراق ستلعب دور في اختيار شخصية رئيس الوزراء القادم أعتقد أن العراقيين الآن فهموا أنه ليس صحيح أي تدخل خارجي ولا أعتقد أن أي دولة تتدخل في هذا الأمر قد هناك أشخاص هم يتبرعون في الاستماع لأراء تلك الدولة أو هذه الدولة أو الناس يقول هذا جاي من أمريكا و الناس يقول هذا جاي من إيران و الناس يقول هذا جاي من فلان دولة هذا أعتقد مو من الصحيح أن يتبع أي سياسي في أي بلد وجهات نظر دولة أخرى في إدارة أي ملف سياسي داخلي لذلك أعتقد أنه هذه الزيارة إن وجدت والله أنا يعني ما أعد يعلب بس إن وجدت هذه الزيارة ما أعتقد أنه تخرج عن إطار معين ولكن الاستماع إلى أراء دولة أخرى هذا شيء غير مقبول تماما ولا أعتقد أنه هناك سياسي وطني يستمع إلى ذلك وأعتقد حتى سواء الإيرانيين أو الأمريكان ما يريدون يدخلون بالوضع العراق يريدون يتعاملون مع المخرجات إحنا إذا بالعراق إحنا رجال دولة نفرض أجندتنا السياسية على الآخرين ما نستمع لها يقال بأن الكتة الأشعية المقربة من المحور الإيراني تحاول فرض أسماء متعددة بديلة عن الزرفي كعزة أشابندر عبدالحسين عبطان محمد الشياء السوداني وحتى قاسم الأعراجي هل لديك أي تفصيلات بأن أحد هذه الشخصيات لديها حبوض ستمرر في جلسة برلمانية مقبلة ومتى من المتوقع عقد مثل هكذا جلسة ونحن نقترب من انتهاء المدة الدستورية أولا مع كل احترامنا لهذه الشخصيات وإن شاء الله قدرتهم على إدارة الوضع في العراق ولكن الآن دستوريا نحن عدنا مكلف واحد اسمه عدنان الزرفي على القوى الشيعية أن تأتي بمكلف جديد ترشح إلى رئيس الجمهورية ليكلفه حتى يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية عدنان الزرفي يعتبر تكليفه غير دستوري على اعتبار حضرتك قلت بأن كل القرارات التي اتخذتها المعكمة الاتحادية هي باطلة لأنه بنيت على باطل أنا مقاضي ولكن أقول أن السيد الزرفي أو غيره إذا لم يكن هناك عليه توافق شيعي لن يمر لأن هذا المنصب يأتي بالتوافق الشيعي أولا ومن ثم الذهب به إلى الفضاء الوطني لذلك على القيادات الشيعية أن تتخلص من حالة الأنانية واستصحاب مشاكل الماضي وأن تكون واضحة في ترشيح شخص واحد معين سواء الزرفي أو غيره لتصدي لتشكيل الحكومة ورأس الوزراء في هذه الفترة الانتقالية هي من مدة سنة يعني رئيس الوزراء الذي يأتي أدى أربع شغلات رئيسية الأولى أنه يسوي انتخابات مبكرة خلال سنة أثنين يمشي الوضع الاقتصادي بقرارات حازمة وقوية ثلاثة يوازن العلاقة الإقليمية الدولية أربعة يحفظ الأمن ويعيد هيبة الدولة التي وصلت إلى الحضير وصلت الفكرة ممتنة على حضورك معنا مباشرة من بغداد عضو مجلس النواب محمد صاحب الدراجي شكرا جزيلا لك